رح نتكلم مثل ما سمعت من الموضوع أو العنوان الحياء المثمرة أو السؤال هل أنت مثمر؟ أول ما بتسمع هذا السؤال كشخص طبعاً إلك خدمات سنين وسنين وسنين طويلة مع أنه بعدك شاب صغير ولكن إيه اللي بدور في ذهنك أول ما بتسمع الجملة؟ تعرف يا سيست نظار أنا أستسمحك أني أقول عبارة من زمان قارتها ومش حقيقية في كل الأماكن لكن حقيقية في بعض الأماكن بتعرف اللجنة عارف اللجان بتاعتنا في مجالاتنا المختلفة سواء في الكنسية أو غير الكنسية بيقولوا اللجنة هي مجموعة غير راغبة في العمل تسلم العمل إلى مجموعة أخرى غير قادرة على العمل لعمل شيء لا لزومة له لا خطير يعني ومش دايماً صحيحة طبعاً ويمكن بعضنا يضحك لما يسمع التعريف ده هو لكن الحقيقة أنا بعتقد أنه كواحد درس إدارة الأعمال زمان كانت إدارة الأعمال بتقاس بالخطة وبعدين كانت بتقاس بالإدارة وفضل نتدرج لحد لما وصلت النهاردة أن النجاح في أي عمل بالنتيجة بالإصمار يعني ما ينفعش يبقى مصنع ما بيثمرش وبالتالي زي ما فيه كتاب قديم أوي أوي نبذة كده كانت صغيرة اسمها خلقنا لنثمر وخطة الله يبدو من البداية كما نقرأ من الأصحاحات الأولى في الكتاب المقدس هي الإصمار أنا لما بشوف مثلاً الكتاب بيقول بركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتصلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدبوا على الأرض واضح أن ربنا خلق الإنسان وضمن الخطة بتاعته هو أن الإنسان يثمر بالفعل حتى بعد الطفان يعني الكتاب يقول لنا أن الرب عندما أخرج نوح من الطفان وأنا أرجو أنك أنت تبقى زي بتؤمن بالخلق الكتابي وبصحة الأصحاحات من سفر التكوين من واحد 150% من واحد ل11 يقولي مش واحد تكون واحد أنا بقوم من الجلد للجلد يا كلمة الله الكتاب المقدس هو كلمة الله أشكرك 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 وحتى الرب بعدما بعد الطفان وأخرج نوح من الفلك وقال له هذه الكلمات نفس الحكاية تتوالس في الأرض وتسمر وتكسر فخطة الله هي إذن للإصمار سواء كان الإصمار بطرق المختلفة لكن خلقنا لنسمر بالفعل يعني حتى في البزنس في عالم البزنس دائما تسمع العبارة It's not about good intention It's not about how many hours you spend It's about productivity طبعا بغض النظر عندك حسن النية بغض النظر بتشتغل ساعات طويلة دائما صاحب العمل بيتطلع على الثمر وأعتقد أن هذا مبدأ كتابي ومبدأ جدي ومهم جدا بالنسبة لأ الله خصوصا إذا كنا أسيس نظار تعقيبا على كلام حضرتك أننا أصبحت مسيحيتنا في كتير جدا من الأحيان من كناقسنا هي مسيحية استهلاكية مش مسيحية إنتاجية لكن مسيحية استغلالية استثمارية لما يقدم لي مش لما أنتجوا وأثمروا في بناء ملكوت الله بالفعل ومعليش أوضح كمان أكتر هاي الفكرة السيسل لأنه أعتبرها نقطة كتير كتير مهمة أنا أعتقد حد الأسيس أنه وإحنا في هذه الأيام اسمح لي أبقى متجاسر شوية وأتكلم بصراحة أرجو أن لا تصل إلى درجة الوقاحة أو البجاحة لا حشان أعتقد أن أصبح النهاردة في كتير من كناقسنا إنسان هو المحور فإحنا بنتدور على هاو تو انترتين الناس اللي بيجوا للكنيسة إزاي نبسطهم إزاي وأصبح تعزية المؤمن هو الهدف مش عبادة الرب هو الهدف فأصبح سياسة الأخذ هي الهدف مش سياسة الإنتاج والعطاء والثمر هي الهدف فنجيب المتكلم اللي يبسط المتكلمين المتعبدين نجيب المرنم اللي يبسط المتعبدين نجيب البرنامج اللي يبسط الناس وبالتالي أصبحت مسيحيتنا هي مسيحية الأخذ مش مسيحية العطاء والبذل والتضحية والإنتاج الروحي اللي يمجد شخص الرب بالفعل